على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوحة العارفين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل نقول وبالله توفيق قال الإمام أبو شجاع رضي الله عنه وأرضاه فصل والذي يجب الغسلة ستة أشياء هذا الفصل معقود للكلام على موجبات الغسل وبداية العلماء يفتتحون الكلام على الغسل بالكلام على ضبط كلمة غسل ويقولون فيها الغسل بضم الغين على الأشهر عند الفقهاء أغسل وهذا هو الأشهر عند الفقهاء في منطوقهم وفي كلامهم وفي استعمالاتهم أنهم يقولون غسل وهو مستعمل في جميع البدن يعني إذا قالوا غسل كانت هذه الكلمة بهذا الضبط عبارة عن استعمال الماء في كل البدن غسل ويستعمل كذلك بفتح الغين غسل في غسل بعض البدن أو في غيره من الثوب يبقى غسل غسل اليد غسل الرجلين غسل الثوب هكذا يقولون والفتح هو الأفصح لدى اللغويين مطلقا عند أهل اللغة الفتح هو الأفصح مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء استعمل في كل البدن في بعض البدن في شيء خارجي الفتح هو الأفصح عندهم وهو الموافق للأقيسة العربية والغسل بالضم يطلق على الماء الذي يغتسل منه زي وضوء ووضوء يبقى غسل بالضم يعني الماء الذي يستعمل في الغسل المهيئ والمعد للاستعمال في كل البدن والغسل بالكسر وهي اسم لما يضاف إلى الماء من سدر وأشنان انت أضفت للماء بعض المواد التي تساعد على تطييب البدن هذه المواد يقولون عنها غسل وما هو الغسل؟ قالوا الغسل هو عبارة عن سيلان الماء على كل البدن الغسل لغة هو سيلان الماء سيلان الماء مطلقا سواء كده سيلانه على الجسم سيلانه على الرجل سيلانه على الثوب سيلانه على أي شيء فالغسل هو سيلان الماء وسيلان الماء حتى ولو لم يكن هناك فعل فلا يشترط في الغسل فعل فإفردن حضرتك مثلاً مشيت في الماطرة وكنت متنجس والماء أي ماء المطر غمرك حتى أذهب عنك النجاس إبقى ده إيه؟ ده غسل غسل إيه؟ غسل لغة وهكذا طيب وفي الشرع الغسل هو سيلان الماء على البدن بنية سيلان الماء مش إسالة الماء الإسالة هتقتضي إيه؟ فاعل ما هي فعل بس هتقتضي تستدعي فاعل إسالة مين الإسالة؟ يبقى لابد من وجود قصد لابد من وجود فاعل لكن سيلان ولو لم يكن هناك فاعل إبقى سيلان الماء فأخرج غير الماء هب إن شخص أتى مثلاً بعد الجنابة بلبن وسكبه على نفسه ناوياً به رفع حدثه الأكبر هل يرتفع؟ ما تقوله؟ هل يرتفع؟ طب ليه مع إن اللبن أغلى من الماء؟ ده كمان هقولك ده أنا حطت في اللبن سكر غالي من الكسب وعشرين وثلاثين وأخي بلك بأنت جاي تقول في الرخيص يزيل وفي الغالي لا يزيل هتقوله الأمر أمر تعبدي ها هو مين اللي قال كده؟ هو ربنا وأنزل من السماء ماء طهورة فالأحكام الشرعية إنما تثبت من الوحي لا تثبت مما يستحسنه الناس وما يتعارفون عليه وما يميلون إليه وإنما تثبت بالكتاب والسنة والأدلة المرعية الشرعية التي نص الأئمة المجتهدون الأدقياء الأنقياء على قبولها ولا علاقة لنا بعد ذلك بيعني نبح من ينبح ولا صراخ من يصرخ من هنا أو من هناك فهؤلاء وهم العلمانيون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فلا تسمع لهؤلاء المشككين الذين يشككون في الأئمة الأعلام الذين اجتمعت الأمة قبل ظهور هؤلاء الأنجاس الأنجاس مش حقيقة الأنجاس يعني حكما لأن عقدتهم ولأن نواياهم ناجس يجب أن تشتنب إنما المشركون ناجس يعني إيه؟ يعني وجب اشتناب عقائدهم كاشتناب النجاس فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم ينبغي ألا التفت إليهم أحد فالأمة وثقت الأئمة الأربعة ووثقت البخاري ووثقت مسلم ووثقت رواة السنة قبل أن يظهر هؤلاء المرقة الذين خرجوا عن دين الله طيب يبقى سيلان الماء على جميع البدن بنية يبقى سيلان الماء اللي هو غمر الماء لكل الجسم هذا ركن والنية هذا ركن آخر وسيأتي بعد ذلك أن أركان الغسل أمران سيلان الماء على كل البدن والنية وفي إزالة النجاسة خلاف بين النووي وبين الرافعي هذا هو التعريف قال والذي يوجب هيتكلم على أسباب الغسل والأسباب جمع سبب والسبب لغة الشيء الذي يوصل إلى غيره وهنا عبارة عن الأمر الذي يترتب عليه وجوب الغسل وذكر هنا منها ستة وهذه هي الستة لا غير ما فيش غيرها طيب منين جبتوا الستة دي يا مولانا من الأدلة فالأدلة لم ترشدنا إلى سابع ولو كان لأرشدتنا الأدل فكل فقهنا مستقى من الكتاب والسنة وإن اختلفت فهم الأئمة واختلفت اجتهاداتهم واختلفت اجتهاداتهم إلا أنها كلها دائرة حول الكتاب والسنة وليس من عند أنفسهم وإلا كيف يكونوا فهم الذين قالوا من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر قال والذي يوجب يوجب يعني يتسبب في الغسل ستة أشياء مش جميع الستة أشياء أحد الستة أشياء وهنا تكلم على المقصد الثاني من مقاصد الطهارة طيب يبقى الطهارة لها وسائل ولها مقاصد وسائل الطهارة يا مشايخ احنا كلمنا عنها وسائلها الماء التراب مقاصدها الوضوء الغسل التيمم وتكلم قبل ذلك عن الوضوء وهنا يتكلم عن المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل الموجب بكسر الجين أي السبب أي السبب الذي يترتب عليه الغسل فالسبب هو الموجب بكسر الجين والغسل هو الموجب بفتح الجين طيب قال والذي يوجب الغسل ستة أشياء هنا على حذف مضاف أحد ستة أشياء طيب هو هنا قال الذي ستته هو الذي هنا مفرد ولا جمع مفرد طيب هو أخبر عنه بجمع إزاي ده قال ستة آه بيقول لك والذي يوجب ستة الذي ستة طيب ما كانش قال بقى والذين قال لا هو وإن كان مفرد في اللفظ إلا أنه في المعنى جمع هو في المعنى جمع فلذلك جاز أن يخبر عنه بجمع ولذلك قال ستة على تقدير مضاف أي أحد ستة أشياء فحصل التطابق بين المبتدأ والخبر في المعنى لأن الجمع يخبر عنه بجمع فلا يخبر عن المفرد بجمع وقلنا معنى يوجب يعني إيه؟ يعني يترتب عليه وجوب الغسل ثم تكلم مع علماؤنا على الغسل هل الغسل على الفور أم على التراخي؟ يعني إيش على الفور وإيش على التراخي؟ على الفور يعني أنه بمجرد بالرد انتهاء سببه يجب عليك فورا أن تغتسل ومعنى على التراخي أنه لا يجب فور انتهاء السبب أن أغتسل بل يتوسع بتوسع الصلاة ويتضيق بتضيقها قالوا لا الغسل على التراخي يكون موسعا ومضيقا ومضيقا بحسب الصلاة التي تترتب عليه يعني مثلا أجنب عين بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي بأي سبب من أسباب الجنابة كان غسله هذا واجب عليه لأنه واجب للصلاة الصلاة واجبة والغسل واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن الغسل يتضيق بضيق الصلاة يعني قدام ساعة إلا له أن يؤخر فيه يعني له أن يؤخر الغسلة إلى أن يبقى من الوقت قدرا يسع الغسلة بأركانه والصلاة فإذا أخره كان آثمة لأنه يقتضي تأخير الصلاة طيب هب إنه هو وهذا مما تكلموا فيه وإحنا برضك يعني إيه كل ده على مستوى متناء بشجاع هب إنه واحد عاص ربنا سبحانه وتعالى كأن مثلا استمنى والاستمناء عندنا على المعتمد حرام أو زنة والعياذ بالله حفظان الله وإياكم وجميع أحبابنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وطهر قلوبنا من كل المعاصر هب إنه واحد عاص ربنا سبحانه وتعالى بهذه المصيبة هل يجب عليه أن يغتسل على الفور أم غسله على التراخي اختلف فيه أصحابنا الشافعية فذهب الأكثر ومعظم الشافعية إلى أن غسله على التراخي لأن المعصية انتهت معصيته انتهت وذهب ابن العماد إلى أن غسله على الفور لأن التوسعة قال كده لأن التوسعة في الغسل ده رخصة ورخص لا تناطب المعاصر قالوا له لا خلي بالك إنه هو التوسعة للغسل والغسل لنفسه وخبالك ما فيوش اسم ده السبب اللي فيه اسم والسبب انتهى انتهى السبب وماذا يعني لم يكن السبب مستمرا حتى نقول له لا تفعل وسنضيق عليك ونقول لك اغتسل الآن كل ذلك من أجل أن تتوب وأن ترجع يعني مثلا على سبيل المثال رجل سافر من مصر إلى الأسكندرية من أجل أن يقتل إنسانا عندنا حاجة كده في مصر اسمها الأخذ بالثقر عارفين ومش عارفين فكان الراجل اللي هو أتله أخوه في اسكندرية فسافر الأسكندرية من أجل أن يأخذ بالثقر هل له أن يقصر في صلاته لا أخوه في صلاتنا القرآن السابق هذا السفر هو المعصية هو سيسافر ف мяс plugging دون زينا والدي المعصية للجنب دية حالة حصلت بعد هذه المعصية لكن هذا الصفر هو نفسه وخبالك الذي يتسبب فيه القصر والصفر نفسه حرام ما يسافرش طيب على كل حال المسألة دقيقة ولطيفة قال والذي يجب الغسلة أحد ستة أشياء وقلنا بأن أشياء ممنوعة من الصرف وذكرنا فيها ثلاثة أبيات وشرحناها شرحا مطولا مفصلا لطيفا ضريفا في يوم ضريف مع طلبة ظرفاء ثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة أشياء تختص بالنساء يعني لدي هذه الستة أسباب ثلاثة منها خاصة بالنساء وثلاثة تشترك فيها النساء والرجال قال تشترك فيها الرجال والنساء يعني إيبا تشترك فيها الرجال والنساء قالوا يعني أن الرجال والنساء يكونان محلا لها ومتصفين بها طب وما المراد بالرجال قالوا الرجال الذكور وإن لم يكونوا بالغين والنساء وإن لم يكن بالغات طب إزاي يعني الرجال يعني الذكور وإن كانوا غير بالغين قالوا لأن عندنا أول سبب هو إيه أول سبب اقرأوا كده التقاء الختانين قالوا التقاء الختان يكون بين الرجال والنساء ويتصور التقاء الختان في الصبي والصبية وفي الصبي مع المرأة وهكذا طب هو الصبي هيخطب بالغسل نعم يجب عليه أن يغتسل ولكن بعد البلوغ فمعقد السبب فيه الصباء ولكن وجب عليه بعد ذلك عند البلوغ أن يغتسل يبقى الصبي عندما فعل هذه فعل هذا هذا الالتقاء ما هو الصبي ما هو ممكن يكون متجوز انت ليه دماغك رحة كده ورحة كده صبي يعني عنده اتناشر سنة ده احنا بنتصور هذا واخبرك كمراهب وتزوك وجامع يبقى جنوب ولا مش جنوب جنوب طيب وإذا كان جنوب فما الذي عليه حينئذ عليه إذا بلغ أن يغتسل طب هل لوليه أن يأمره بالغسل قال نعم كما أن له أن يأمره بالصلاة وبكل ما تتوقف عليه الصلاة ويأمره أن يغتسل من أجل أن يصلي وهكذا والالتقاء كذلك متصور في حق الصبية بأن جومعت الصبية على هذا النحو فالتقى الختنان حينئذ فيجب عليها عند البلوغ أن تغتسل ويأمرها الولي بأن تغتسل قبل البلوغ كل هذه مسائل نتصورها ونعيها من أجل أن نفهم ما في الكتب وأما إنزال المني إنزال المني ده لا تأتى إلا مع البلوغ لكن ذكروا هنا مسائل لطيفة قالوا بأنه يعني إن نزل المني في القضيب ولم يخرج إلى الخارج فإنه يثبت به البلوغ ولو كان في الصلاة بالنسبة لهذا الصبي وجب عليه أن يكمل الصلاة في هذه الحالة وأجزأته عن صلاة الفرد فيحصل البلوغ بظهور المني لا بخروجه طيب وهيعرف ده إزاي ما عليش يعني تحملونه لأن كلها أسئلة وليس في العلم حياء حد شعني الكسف يعني لأنه ممكن يشعر بحركة ويشعر بشهوة وهو واقف يصلي هو أصابي صغير مراهق طيب وكيف يمنعه من خروج المني ممكن أنه هو يمسك الذكر حتى يعني لا يخرج المني وبعد ذلك يكمل صلاة ما لهج تصور إلا هذا وهكذا سمعناها من مشايخنا وأما الموت فإنه يكون في الصغير وفي الكبير وهو سبب من الأسباب قال تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين والختان خاص بالرجال وأما النساء فيسمى محل القطع عندهم خفاض خفاض وليس ختان طيب يبقى التقاء الختانين يعني ختان الرجل وخفاض المرأة وسمي في الحديث ختانين تغليبا لمحل الرجال على محل النساء ومحل ختان الرجل معلوم وهو ما يقطع من أجل الطهارة وأما ختان المرأة معلوم أنه فوق محل الجماعة قال إذا التقى الختانين أي تحاذيا التقاء الختان مع الخفاض معناه التحاذي بسبب الجماعة لا بمعنى الالتقاء يقال في اللغة التقى الفارسان يعني التقى الفارسان يعني تحاذيا أصبح كل واحد أصالي الثاني محاذي معنى إيه محاذي يعني أهو زينا وأخونا الأقرع ده إحنا اللي اتنين بيننا تحاذ بمعنى أن لو أخذت مني إشعة ستصل إليه عمودية ولو أخذت منه أشعة تصل إليه عمودية هذا معنى التحاذي أنه في مقابلتي محاذي لي مساوي لي في الجهة فمعنى التقاء الختنين معناه هذا التحاذي الذي يحصل بسبب دخول بسبب الجماع طيب إذا تحاذيا فالمراد بالالتقاء التحاذي بسبب الدخول لم ضمامهما من غير دخول يعني لو تصور أني يعني محل القطع من الرجل مع محل القطع من المرأة التقي وتماس من الخارج ولم يحصل دخول ليجب الغسل بالإجماع طيب طيب الحديث بيقول إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل هنقول له ده جرى على الإيه ده فيه تغليب تغليب لمحل القطع من الرجل على محل القطع من المرأة المرأة وهل يشترط في ذلك الإنزال يعني هل يشترط فيه الالتقاء الختنين إنزال لا لأن الحديث قال وإن لم ينزل وأما الأخبار التي تدل على اشتراط الإنزال كحديث إنما الماء من الماء فقد ذكر علماؤنا أنها منسوخة وابن عباس رضي الله تعالى عنه حملها على الاحتلام إنما الماء من الماء يعني يعني دوت محمول على الذي احتلم ورأى الماء في ثوبه بعد استيقاضه فعليه أن يغتسل وأما إذا لم يرى الماء بعد أن قام من النوم وكان في حلمه أنه قد يعني جامع قال لا شيء عليه فده واضحه طب يعني إيه بقى التقاء قال التقاء معناه دخول مش إدخال في فرق ما بين دخول وإدخال معلش تحملون في هذا الدرس الدخول معناه أنه يحصل بدون فعل ولو بلا قصد إزاي يعني يعني ممكن كما في كتب الفق وحضراتكم هتقرأوا أنه يحصل أنه ينام والمرأة والمرأة تستدخله وهو نائم زكته يعني يبقى هو قصد أنه يجامع ما قصدش قصد أنه ده نائم والنائم لا قصد له يبقى الدخول ولو بلا قصد ولو في غير آدمي حتى ولو أدخل ذكره في بهيمة واجب عليه أن يغتسل لأنه فرق قالوا والمعتبر من دخول أي دخول الحشفة حشفة الرجل وهو محل القطع فيه الختان ويعتبر في ذلك دخول الحشفة كلها دخول الحشفة كلها فلو أدخل بعضها لا يجب عليه الغسل يبقى لابد أن يغيب الحشفة بكمالها وتمامها حتى وإن كانت مكانها طيب ولا اعتباره بغيرها مع وجودها ده دي مسائل كلها الفقهاء بيتصوروه افرض أنه هو يعني ثانا ذكره وأدخله من غير الحشف هل يجب عليه الغسل قالوا لا لأنه أدخلش الحشف يبقى لا اعتباره بغيرها مع وجودها في فرج دبرا أو قبلا يعني سواء جماعة في الدبر أو جماعة في القبل واجب عليه الغسل إذا وجمع في الدبر حلال لا حرام هب أنه ارتكب الحرام وارتكب المعصية والإثم هل يجب عليه أن يغتسل نعم يجب عليه أن يغتسل خلي بالك نحن نتكلم عن وجوب الغسل ولا علاقة لنا بأن هذا حرام أو أن هذا حلال علشان ما يبقاش في لوازم لأن في بعض المنحرفين يأخذون يعني ما لا يلزم يقول لك أصل الإمام البخاري راوى لا يقتل مسلم بكافر ومدام لا يقتل مسلم بكافر يبقى يفهم من ذلك أن الحديث بيحرد على قتل الكافر شاف التخلف العقلي من اللي قال لك الكلام أنت فهمتوا بأي طريقة من الطرق اللغوية بدلالة المنطوق أو بدلالة المفهوم أو بدلالة الإشارة أو بدلالة العبارة أو بدلالة الهبلية ما يفعل من ذلك في حاجة اسمها دلالة الهبل في الجبل أي حاجة في أي حاجة ده بلاء عظيم أي حاجة في أي حاجة مصيبة زرقة هو عشان الإمام ما قالش ان يجب القصاص يبقى يجوز القتل تخلوا في العقل ده بلاء ربنا يستر عليكم من هذا البلاء في فرج دبرا او قبلا طيب قال وايضا لو اولج في ميت هو في حاجة زي كده او والله اسمعنا عن حاجة زي كده هل اللي اولج ده يعني يجب عليه ان يغتسل نعم لان اولج في فرج طيب والميت قالوا الميت لا يعاد غسله خلصنا من البتاع دي قال تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وانزال المني ومما كذلك يشترك فيه الرجال والنساء وهو من موجبات الغسل انزال المني وانزال المني معناه نزول المني اصلا انزال بايه بيوفم منه انه محتاج الى قصد الى فاعل لا ادى المراد به نزول المني حتى وان نزل بلا فعل فاعل كأن خرج لعلة او مرض كذلك فهو في هذه الحالة موجب للغسل قالوا ولا بد من خروج المني لظاهر فرج البكر حتى يجب عليها حتى يجب عليها الغسل لا بد من خروج المني لظاهر فرجها واما بالنسبة للثيب لا بد ان يخرج الى محل يجب عليها ان تغسله في الاستنجاء محل الظاهر وايه هو المحل ده لو جلست وهي مثلا تقضي حاجتها ظهر هذا المحل يبقى يجب عليها انه اذا خرج المني الى هذا المحل ان تغسل وكذلك بالنسبة للرجل ان يخرج من الحشفة لكنه اذا كان في القضيب ولم يخرج فلا غسل عليه ولكن يحكم بيا مشايخ لسه ايلنها ها يحكم بايه لو كان في القصبة زي ما الشيخ الباجوني بيقول يحكم بالبلوغ طيب المني سمي منيا لانه يمني يعني يصب يخرج على دفعات ويخرج مندفع من مني تمنى او يمنى فيها قرأتين يعني من مني يصب وللمني كما ذكر علماؤنا على ما توجد في النساء والرجال معا ولا تختلف النساء وعن الرجال ولا الرجال وعن النساء على ما هو المعتمد خلافا للامام الغزالي ولابن الصلاح ده بل ان كل اللي احنا بنقوله ده انتم محتاجون اليه من حيث التعبد طيب قال اولا التدفق يعني ايه تدفق يعني يخرج جفعات دفع طيب ورقم اثنين اللذة وان لم يتدفق يعني ان يشعر الانسان بلذة عند خروجه وان يكون ان تكون رائحته رائحة العجين شم رحته كده في الثوبة تلاقيك انه رائحة عجين عجين ايه عجين حنطة عجين ايه مشايخ عجين الحنطة الحنطة اللي هي ايه مشايخ الدقيق الحنطة اللي هي الدقيق او ريح طلع النخل ده تشم رائحته كده هتلاقيه كأنك بتشم رائحة طلع النخل طيب يبقى رائحة العجين ورائحة طلع النخل اذا كان المني رطبا طب هبقى انه جف رائحته بتبقى ايه قالوا تكون رائحته كالبيضي بياض البيض تكون رائحته كبياض البيض عارفين البيض عندما يسلق مش في بياض وفي صفار نعم طيب هات كده البياض كده وشم وهات المني ده وشم وهات قريب من الرائحة دي وذكر المتأخرون المعتمدون ان هذا هذه العلامات لا فرق فيها بين الرجال والنساء على المعتمد طيب وما هو المني الذي يتسبب فيه الغسل قالوا مني الشخص يبقى اول حاج الذي يخرج منه اول مرة يبقى مني الشخص الخارج منه اول مرة طيب وده بقى معنى ايه معنى ان المني لا يكون متسببا في الغسل الا اذا كان بهذه الاوصاف ان يكون مني الشخص نفسه هبن شخص اقذ مني غيره واستدخله في ذكره على سبيل المثال وبالعملات الطبية سهلة ومتاحة ثم نزل منه هذا المني هل يجب عليه ان يغتسل لا لانه ليس منيه هو هب ان المرأة على سبيل المثال اقذت مني الرجل واستدخلته وخرج منها مني الزوج يعني قالوا لا يجب الغسل لان ده ممكن كمان بعمل اسم الحقن الميجاري وكلام من دوت وخرج المني لا يجب عليه لانه ليس منيها ليس هذا المني منيها وانما هو مني غيرها قال خارج منه اول مرة لان الشخص ممكن يخرج منه المني ثم بعد ذلك يعيده بأي عملية كده طبية مسألة اليومين دول في عالم الطب يعني هناك ثورة طبية وتكنولوجية عالية جدا فهل يغتسل عند ذلك قالوا لا لانه ايه لانه وخرج منه قبل كده واغتسل له ثم بعد ذلك خرج مرة ثانية لكنه لم يخرج لا بشهوة ولا بولا الى آخر يبقى لابد ان يكون مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة مرة خلصنا من هذا بعد كده ذكر الموت والطعز بقى ذكر الموت يبقى الطعز والله اهديكم الموت من المشترك بين الرجال والنساء ايش هو بقى الموت قالوا الموت عدم الحياة عما من شأنه ان يكون حياة عدم الحياة عما من شأنه ان يتصف بالحياة وقيل وهو الصواب الموت عرض يضاد الحياة يعني هو ضد الحياة ولذلك قال سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة فلو كان عدم العدم مش مخلوق أما لو كان صفة وجودية يا مخلوق طيب الموت يوجب الغسلة إلا في ثلاثة أحوال الحالة الأولى الشهيد يحرم غسله في هذه الحالة اللي هو شهيد شهيد المعركة الذي قاتل الكفار من أجل الدفاع عن دينه أو وطنه يعني الشهداء زي شهداء سيناء دول شهداء شهداء الدنيا وهؤلاء الذين يحرموا غسلهم أما شهداء الآخرة الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبطون والميت غيلة والبهدوم والمحروق والأقره فهؤلاء شهداء شهداء الآخرة يغسلون ويصلى عليهم أما شهداء المعركة وسوف نتكلم عليهم عند الكلام على الشهيد وأحكامه ونضع ضابطا وتعريفا لهذا فهؤلاء يحرم غسلهم لأنهم يبعثون يوم القيامة على حالتهم التي استشهدوا عليها وإلا الكافر فالكافر لا يجب غسله بل يجوز غسله طب لو ما غسلتوش والله ما عليش إثم طب غسلتو والله انت كده احترمت الإنسانية ذك في ذلك ثواب وإلا السقط حيث لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه سقط أو سقط أو سقط مثلث السين يعني الذي خرج قبل أشهره لم تعلم حياته فنتكلم عليه في الكلام على غسله الميت فهؤلاء الثلاثة لا يجب غسلهم وثلاثة تختص بها وثلاثة تختص بها النساء يعني النساء محل لها دون الرجال منها الحيط والحيط يوجب الغسلة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله طب فين هنا الدليل دون بيقول فاعتزلوا النساء في المحيط ماشي ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فين الآية دا الآن ما قالتش واجب على النساء التطهر قالوا صلوا على النبي المرأة يجب عليها أن تمكن زوجها من الوط صح صح ولا يجوز التمكين إلا بالغسل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأصبح الغسل إيه واجب فإذا تطهرن فأتوهن دا أمر إباح يعني يجوز لكم أن تأتو النساء بعد التطهير طيب والمرأة ممتنعة على أن يعني تمنع زوجها من أن يمسه ووجب عليها شرعا أن تمكنه والتمكين لا يحصل إلا بالغسل دا هي والتمكين واجب عليها صح والتمكين دا ما بيحصلش إلا بالغسل فأصبح التمكين الواجب متوقف على الغسل فما لا يتم التمكين إلا به فهو واجب يبقى الغسل واجب طب الحيض الدم الخارج من امرأة خرج الرجل ما بيخرجش منه دم حتى لو خرج منه دم من أي محل ما مش حيض دا قال الحيض هو الذي يخرج من النساء دم خارجه من المرأة أي امرأة قال لا امرأة بلغت تسع سنين طب لو خرج من المرأة قبل تسع سنين بيبقى دم فساد ما يسقش استحادت استحادت يا مولان استحادت الصغرات استحادت دم فساد على سبيل الصحة يعني خرج منها على سبيل الصحة يبقى هو دا الحيض وان شاء الله هنتكلم عليه عندما نأتي إليه وأنه يخرج من عرق اسم العادل أو العادل كلام طويل والنفاس هذا هو السبب الثاني من أسباب يعني من الأسباب الموجبة للغسل وهو الدم الخارج عقب الولادة دم الخارج عقب الولادة فلو خرج بعد خمسة عشر يوما من الولادة فهو حيض وهذه المرأة لا نفاس لها لو خرج منها بعد الخمستاشر يوم من الولادة يبقى دا حيض مش نفاس يبقى النفاس لابد أن يوجد بعد الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما طيب وسبب إيجاب الغسل في النفاس قالوا لأن النفاس عبارة عن حيض مجتمع قبل نفخ الروح في الولاد دا بيجتمع لذلك عندنا الحائض لا الحامل لا تحيض لأن دم الحيض بيجتمع في بطنها قبل أن يخلق الطفل ثم بعد أن يخلق الطفل الطفل يتغزى كما في الكتب على دم النفاس دم الحيض مش دم النفاس فهو كذلك دم حيض دم حيض مجتمع طيب هو بيقول لك ذكر النفاس هو ذكر النفاس وبعد كده ذكر إيه ذكر الولادة قال إن النفاس موجب والولادة موجبة طيب ما واحدة من الاتنين تكفي قال ما وخلي بالك إن هي ممكن تلد ولا يخرج منها دم النفاس فيكون الولادة سبب مستقل طيب هي ممكن تولد ولا تجاف اللي احنا بنقول عليها دي طيب والنفاس قال ما هو حتى ولو كان الولادة سبب مستقل فكذلك أيضا النفاس سبب مستقل وتكون فائدة ذكر النفاس جواز إضافة النية إلى النفاس تقول مثلا نويت رفع حدثي النفاس مع إنها نفست وولدت فلو أضافت النية إلى النفاس صحة يعني غسطها وجاس يبقى جعل سبب معنى معنى أنه تجوز إضافة النية إليه أو إلى الولادة لا بأس الولادة بعد النفاس الولادة الولادة سبب من أسباب الموجبة للغسل طيب افرض أن هي كانت حامل في يعني جنينين وأنزلت أحدهما ولم ترى نفاسا هل يجوز لها أن تغتسل قالوا نعم يجوز لها أن تغتسل حتى وإن لم تلد الآخر ثم بعد فترة الشهر ولا حاجة ولدت الآخر ليه بأ لأنه التوأم معناه وجود جنينين في بطنها واخبارك وأن يولد الثاني قبل أن يولد الثاني يعني بعد ولادة الأول بأقل من ستة أشهر لأن لو كانت بعد ستة أشهر هيبقى جنين جديد مش القديم طيب خلصنا من هذا صح ولادة الآخر ثم إذا ولدته طيب وجب الغسل ليه بأ تغتسل بعد الأول وكذلك لو كانت هناك مساحة زمنية بينهما تغتسل بعد الثاني طيب ما حكم المضغة والعلقة هل يجب لهم غسل ويكونان في حكم الولادة قالوا قالوا نعم فإنها تغتسل من المضغة ومن العلقة ولكن يشترط في العلقة أن تقول الأطباء أن قطعة اللحم دي كانت مهيئة اللي هي العلقة اللي هي عبارة عن قطعة غليظة العلقة أن يخبر القوابل بأنها أصل أدمي قوابل يعني يقصد بهم الأطباء كرة كده هو كرة الدم العلقة كرة الدم المضغة حتة لحم يجي كده الأطباء يقول لها والله خلي بالك الكرة دي كانت أصل أدمي طب وإيه الحكم بقى خلاص مدام أنزلتها واجب عليها أن تغتسل طب افرد أن هي ألقت بعض الولاد يعني الوقت خرج بعضه والبعض التاني لسه جوه طب ما الذي يجب عليها هي عايزة تتوضى وتصلي وكل ده موجود ده كل ده بس من أجل تمرين الفكر واخبالك يعني ده مش موجود آه في الواقع نادر جدا جدا ولم نرى حالات مثل هذه ولكن كل ده من أجل تدريب الفكر يا مشايخ تدريب الفكر على إيه تدريب الفكر على إجراء الأحكام والاستنباط وهكذا فبعض الواد جوه وبعض الواد بار قاله تتوضى ثم تصلي ثم بعد ذلك إذا خرج بقية الولد عليها أن تغتسل طب وما حكم بقى الولادة القيصرية ودي بقى ابنة عرض لا وقع هل الولادة القيصرية موجبة للغسل أم لا اختلف فيها الأئمة والراجح المعتمد أنها موجبة للغسل وهو خروج الولد من غير محله طيب خلصنا من الفصل الأولين وفرائض الوضوء فصل هنا بقى في ملمح لطيف جدا ننبه عليه أحد كبار الشراح قال أن في بعض النسخ من متن أبي شجاع بها كلمة فصل فيكون موجبات الغسل فصل وأركان الغسل وسنن الغسل فصل آخر وهناك بعض النسخ ليست بها كلمة فصل ولذلك قال النفس والولاد وفرائض الغسل وهذه النسخة على هذه النسخة يعني الذي ليس فيها فصل يكون الفصل السابق والذي يجب منعقد لثلاثة أشياء الشيء الأولان موجبات الغسل أركان الله أركان الغسل سنن الغسل إذا ثلاثة أشياء طب وما هي الأركان قالوا الأركان هي الأشياء التي لا بد منها في تمام الشيء يعني لا يوجد الشيء ولا يتم إلا بها وعرفها شيخنا بأنها جزء الشيء الداخل في حقيقته المحقق لهويته قال أركان التي طيب خلصنا من الأركان وهذه أركان في كل غسل سواء كان غسلا واجبا أو غسلا مندوبا فالغسل المندوب له أركان والغسل الواجب له أركان طيب قال وفرائد الغسل يعني فرائد الغسل من حيث هو غسل بغض النظر عن المندوب وبغض النظر عن الواجب قال وفرائد الغسل فرائد جمع فريضة ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء يعني هنا اختلفه الرافعي والنووي فالنووي قال بأن الفرائض أمران النية وتعميم الجسد بالماء والإمام الرافعي قال بأن الفرائض ثلاثة أشياء النية تعميم الجسد بالماء إزالة النجاس والنووي قال لا وسنتكلم على هذا إن شاء الله ولكن طريقة من الراجحة طريقة الإمام النووي هي الطريقة الراجحة وطريقة الرافعي طريقة مرجوحة أولها قال وفرائد الغسل ثلاثة أشياء النية تكلمنا قبل ذلك عن النية وقلنا بأن لها أحكام وأن النية لغة هي القصد وأن النية شرعاً واصطلاحاً هي قصد الشيء المقترن بفعله وأن لها سبعة أحكام يعني قلنا بأنها حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن وتكلمنا على ذلك في الوضوء فلا عودة ولا إعادة إلا أن النية في غسل الميت ليست ركناً بل هي مندوبة والنية في غسل الحي ركن من الأركاد والنية لها صور متعددة ومختلفة وهذا مما لابد منه الصورة الأولى نية رفع الجنابة إذا كان الشخص جنوباً ينوي رفع الجنابة يقول نويت رفع حدث الجنابة طب ويعني إيه بقى رفع الجنابة حدث رفع الجنابة هي الجنابة دي إيه الجنابة دي عبارة عن حالة نشأت من يعني الجماع وهذه الجنابة لها أحكام من أحكامها أنه يحرم مع وجودها الصلاة حيث لعذر ويحرم مسل المصحف وإلى آخره فمعنى رفعها يعني إيه يعني رفع حكمها فيكون المراد برفع الجنابة يعني رفع حكمها من المنع من الصلاة ومن مسل المصحف ومن قراءة القرآن ومن دخول المسجد إلى آخره وتنصرف النية إلى هذا تنصرف النية إلى هذا الحكم يعني رفع حكم الجنابة الجنابة اللي هي عبارة عن وهو الجنابة إما أن تكون حالة ناشئة من الجماع وإما أن يكون الجماع نفسه فلو كان الجماع نفسه يبقى رفع حكمه وهو المنع من الصلاة وإذا كانت الهيئة يبقى آه يبقى لما أقول نويت رفع الجنابة يبقى رويت رفع الحالة يبقى الجنابة إما أن تكون الهيئة الناشئة من الجماع وإما أن يكون حالة الجماع نفسه الذي هو سبب من الأسباب فإن كان الجماع الذي هو سبب من الأسباب يبقى المراد من رفع الجنابة رفع حكم هذه الحالة هذا السبب وإن كان المراد من الجنابة اللي هي الهيئة الاعتبارية القائمة بالأعضاء التي تمنعوا من صحة الوضوء حيث لا مرقص يبقى مش محتاجة إلى هذا يبقى نويت رفع الجنابة يعني نويت رفع الحدث الاعتباري طب نويت رفع الجماعة والجماعة ده الجماعة ده واقع خلاص والواقع لا يرتفع وإنما ترتفع أحكامه خلي بالك ومحل هذا التقدير إذا أريد بالجنابة الأسباب الأسباب اللي هي إيه اللي هي الجماعة نفسه اللي هو خروج المني فإنه لما في الناش إياك ما تفهموش فلو أريد الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى التقدير دي صورة أو إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي رفع الحدث وينصرف مع هذا إلى الحدث الأكبر بقرينة أنه عليه يعني أن يقول نويته رفع الحدث الأكبر فيكتفى منه بذلك أو يقول نويته رفع الحدث طيب ما هو الحدث يعني ما هو في منه أكبر وفي منه أصغر ولكن هيبقى معنى الكلام أنه هو منصرف إلى الحدث الذي عليه وهو الحدث الأكبر طيب ويكون ذكر الأكبر في السورة السابقة التأكيد لأنه مدام الحدث مطلق الحدث منصرف إلى الجنابة يبقى ذكر الأكبر ما الفائدة منه قالوا التأكيد طيب الله ومثل ما مضى لسه في النية إحنا بردك نية استباحة الصلاة يعني أن ينوي بقلبه مع أول ملاقات الماء لأول موصول استباحة الصلاة يعني أن تكون الصلاة مباحة له اشترى بالإباحة أن تصير الصلاة مباحة له يبقى الألف والسين والتأهنة ليست للطلب وإنما هي للصيرورة مش طلب إباحة الصلاة مش نية طلب إباحة الصلاة لا ده نية صيرورة الصلاة مباحة لي يبقى الألف والسين والتأهنة للإيامة شيخ للصيرورة يا سلام ده هذا العلم قال أو فرض الغسل أو ينوي يا مولانا فرض الغسل أو الغسل المفروض أو الغسل الواجب أو أداء الغسل طب ينفع يا مولانا أن أنوي الغسل كده أو لنواية الغسل بعد مثلا أحد هذه الأسباب قالوا لا لأن الغسل كما يكون عادة يكون عبادة فلابد من وجود وصف يميز العادة من العبادة الغسل عادة إزاي في غسل التبرد داخل كده يغسل جسمه ينظف من الأشف اللي عليه يبقى ده آه ده عادة طب الغسل العبادة اللي هو بتاع الجنابة يبقى لابد حينئذ من وجود نية فاصلة لما يقول أداء الغسل يبقى ده قرين على أنه الغسل الشرعي لما يقول الغسل المفروض قرين على أنه الغسل الشرعي لما يقول الغسل الواجب يبقى قرين على أنه الغسل الشرعي طب وهل تكفي نية الطهارة بخلافه أه ولا تكفي نية الطهارة طب أنا هنوي بقى وأنا بغتسل كده الطهارة لا ما ينفعش لأن الطهارة متعددة الأطياف كما تكون عن حدث تكون عن ناجس فهي مختلطة لبد من وجود ما يميزها هب إنه هو نوى غير ما عليه كان عليه حدث ونوى حدث تاني قالوا إن كان غالطا فعلى هذا غلطا صح وهو معذول وإن فعل هذا عامدان لا يصيح لأنه متلاعب طيب إيه بقى صورة القضية دي قالوا بأنه هو موجود الكلام ده عندك في الكتب أن يكون شخصا خنسة كان ليه قالت رجال وليه قالت النساء يحيدوا من هذه ويمني من هذه والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وتبين حاله وأصبح ذكر فأجنب فنوى ما هو كان بقى مستصحب قبل كده أنه إيه؟ أنه كان بحيط فنوى رفع حدث الحيض غالطا أن الذي عليه رفع حدث الجنابة هذه هي صورته فهل هذا يا صح قالوا نعم يا صح لأنه غلطان ولأنه مش متعدي ولأنه مش متلاعب طيب إيه المرأة بقى وهي نصف المجتمع أو تلتة ربع المجتمع أو هي كل المجتمع وإحنا نشوف لنا مجتمع تاني المرأة إذا كانت حائض تنوي رفع الحيض الحيض اللي هو هيبقى هيبقى رفع حكم الحيض اللي ما يقولك زي ما قلنا قبل كده رفع حكم الحيض حكم الحيض إيه؟ أنه مانع من الصلاة وأنه مانع من دخول المسجد وأنه 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 وعلى هذا يكون المنوان ويحمل الكلام على هذا طيب ولو كانت نفساء أيضا تنوي رفع النفاس أو حكم النفاس وهكذا وهي أنصرف إلى الحكم طيب هل إذا كانت نفساء لها أن تنوي رفع الحيض أو كانت حائض تنوي رفع النفاس قالوا نعم يجوز لأن كل منهما دم فاجوز هذا عند الإمام الرملي وابن حجر زاد زيادة لطيفة جدا قال إلا انقصدت في نيتها الحيض الشرعي يبقى هي متلعبة كان عليها النفاس وقالت نويت ورفع الحيض الشرعي يبقى أنت متلعبة لأن الحيض الشرعي مش عليك يبقى نويت غير ما عليك ده أنت عليك النفاس والعكس كزال ده كلام ابن حجر الهيتامي صاحب التحفة طيب قال وإزالة النجاسة خلصنا من النية لا 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 لسه لسه النية فيها فيها شغل تاني يا ما الشيخ الإسلام والإيمان والإحسان لسه النية فيها شغل قال ولابد من اقتران النية بأول الفرد النية لابد وأن تصاحب أول مغسول من البدن حتى يعتد به مغسول فلو غسل ثم نوى لم يعتد بما غسله سابقا لأن النية لابد أن تكون معه أول مغسول من البدن سواء غسل الأعلى غسل الأوسط غسل الأسفل أي جزء يبدأ به من أعلى أو أسفل أو أوسط لابد وأن تكون معه النية من أجل الاعتداد به لا من أجل الاعتداد بالنية من أجل الاعتداد بهذا المغسول لابد أن تكون معه النية طب بالنسبة للسنن ماذا أصنع مع السنن؟ قالوا السنن ينوي معها أنه يستن بسنن الغسل طبعا هو قبل ما يغتسل هيعمل إيه؟ هيتوضأ وهو يتوضأ كده ينوي سنة الغسل هيستاكش ينوي سنة الغسل بالاستياك وهكذا طب ليه قالوا وهيغسل إيده أيضا لابد أن ينوي من أجل الثواب فلو لم ينوي سنن الغسل لا ثواب له لأن الأعمال لا تعتبر ولا تحسب إلا بالنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما ناوى فتح الله عليكم ده أنتم شيخ كباره ما توموا تروحوا بقى طيب خلال أولا ولم تكن مقول أنتم وجهو بالقرن ما ماشي بعد كده اتكلم عن قال ثلاثة أشياء إزالة النجاسة يبقى رقم اثنين إزالة النجاسة والمراد يا مشايخ من إزالة النجاسة زوال النجاسة المراد من الإزالة يعني إيه؟ يعني الزوال يعني لا يشترط في إزالة النجاسة فعل فاعل فلو كان هو متنجس بنجاسة مخففة أو متوسط طوق عليه الماء من السماء أو من غيره فغسل بدنه اكتفي بذلك وإن لم يكن هناك فعل قالوا إزالة النجاسة سواء كانت نجاسة غير معفو عنها أو نجاسة معفو عنها لأن النجاسة المعفو عنها إذا أزالها فإن إزالتها تقع واجبا مثل القليل من الدم طيب ده ما على طريقة مين؟ قالوا على طريقة الإمام الرافعي طيب سؤال لكم هل يطرى الإمام أبي شجاع خالف الطريقة الراجحة وهي طريقة الإمام النووي بعضهم قال لم يخالف الطريقة الراجحة أبو شجاع ويكون معنى الكلام وإزالة النجاسة في ضمن الغسل وليست إزالة النجاسة ركن منفرد وعلى هذا فلا مخالفة يبقى ولو في ضمن الغسل يبقى إزالة النجاسة التي تكون داخل الغسل وليست هي إزالة بمعنى أنها ركن مستقل عن الغسل بل إزالة في داخل الغسل ولا تكفي على طريقة الرافعي غسلة واحدة بل لابد من غسلة للحدث ولا بد من غسلة للخبث هذا إن كان عليه نجاسة يعني غير مغلبة إن كانت علي بقى نجاسة مغلبة ويجب عليه أن يغسلها سبعاً إحداها بالطراب ثم بعد ذلك يغتسل غسلة أخرى عن الغسل يبقى سبع بالطراب عن النجاسة وواحدة عن الغسل على طريقة الإمام الرافعي طب الخلاف في كل النجاسات الخلاف ما بين الرافع والنووي في أنه هل يكتفى بغسلة واحدة في الحدث والخبث الخلاف إنما يكون في النجاسة الحكمية وهي التي ليس لها طعم ولا لون ولا رائح دي اسمها النجاسة إيه؟ حكمية بمعنى أن هذا المحل اتصف بالنجاسة وحكم عليه بها وأنه يجب غسله إزاي يعني؟ أه بسيط أنت حضرتك يعني أصابتك نجاسة وخبال حضرتك يعني كأنبال طفل على ثوبك وطفل يأكل الطعام يا سيدي ثم جف الثوب جميل ولم يبقى له رائحتنا لا لون ولا طعم دي با دي نجاسة إيه؟ دي با كحكمية هو لأنه لا لون لها ولا رائحة ولا شم ولا أي حاجة ولذلك يجب عليه أن يغسلها واقعت نقطة بل على إيدك وضعتها كذا في الشمس فجفت ولم يظهر لها لون ولا طعم ولا رائح دي با دي نجاسة حكمية يبقى هل يكتفى فيها وحضرتك بعدها أجنبت بعد أن تلوست يدك أو أصيبت يدك بالنجاسة حصلت لك الجنابة ما الذي يجب عليك؟ يجب علينا أن أغتسل هل يكفي لهذا المكان الذي أصيب بالنجاسة غسلة واحدة عن الحدث وغسلة واحدة عن النجاس الرافعي والنووي اختلفا فالنووي قال تكفي غسلة واحدة لأن الماء له قوة الرفع وقوة الإزالة معا قوة رفع الحدث وقوة إزالة النجاس والرافعي قال لا الماء ليس له إلا قوة واحدة إما أن يرفع الحدث وإما أن يزيل النجاس طيب إما محل الخلاف في النجاسة الحكمية طيب وما المراد بالنجاسة العينية قالوا المراد بالنجاسة العينية يعني ما لها طعم أو لون أو رائحة أو لها جرن طيب قال بعد ذلك وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة يعني من الأركان وهو ركن ركين أن تصل أو أن يصل الماء إلى إيصال هذا كمن يشترط فيه فعل كان يبغي على أن يقول وصول الماء يا السلام شواء الرجل ده فهم إيصال إيبه فعل فاعل كان عليه أن يقول وصول الماء لأن الوصول لا يشترط فيه فعل فاعل يا مولان وصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة البشرة يعني كل ما ظهر فيجب أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء البدن سواء كان يعني ذلك الشعر شعر خفيف شعر كثيف وخبال حضرك كل ذلك يجب عليه أن يصل إليه الماء طيب والشعر المطفور الشعر المطفور يعني المرأة أحيانا بتعمل شعرها ضفاير هذا الشعر المطفور يجب عليه أن تفكه حتى يعني يصل إليه الماء إن لم يصل الماء إلا بالفك فإن وصل الماء بغير فك للضفائر لا شيء عليها غير أن تضع عليه الماء ولكن إن توقفه لابد إفرد انتحاطة كريم على شعرك ولا يصل الماء إلى الشعر إلا برفع الكريم واجب عليك أن ترفع الكريم وضع مرهم على إيدك يمنع من وصول الماء إلى البشرة واجب عليك أن تزيله إلا أن يصيبك ضرر فعليك حينئذ أن تلجأ إلى طريقة أخرى والمراد بالبشرة ظاهر الجلد الجلد الظاهر مش تقولت بقى لابد أن يصل الماء تقوم فتح عينيك وحطت جواها الماء وتقوم حطت الماء في منخيرك لغاية ما تصل إلى الجمجمة فوق ده المراد أن يصل الماء إلى البشرة اللي هي ظاهر الجلد واجب عليك أن توصله كل ما ظهر زي ظاهر السماخين هنا خلبي بلعش في الناس بتنس وتغسل الودن من هنا وتغسلها من هنا كل ما ظهر وهب أن في رجلك فيها شقوق شق واجب أن يصل الماء إليه إيدك فيها شقوق لا يجب أن يصل الماء إلى الشقوق حيث لم تتضرر وهكذا طيب وقالوا أيضا أن الشخص الذي لم يختتن يجب عليه أن يوصل الماء إلى يعني القلفة لأنها مجتمع للباول فيجب عليه أن يغسلها وإلى ما يبدو من فرج المرأة إذا جلست للاستنجاء كذلك يجب عليها أن تغسل هذا المحل لأنه من محله الظاهر طيب بعد كده قال وسننه خمسة أشياء طيب هنقف عند السنن كويس أو كده نقف عند هذا وإن شاء الله في الدرس القادم يا أخوانا ندرس يعني اللي هو الأغسال المسنونة لأننا نحن عايزين في كل محاضرة نقف على فصل موسيقى